الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد حظنا الحق سبحانه من أن نتبع الأقوال الباطلة أو أن نلهث خلف من يلقي الأنباء الكاذبة فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تبينوا تسبتوا تحلوا الحقائق وفي قراءة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا ونبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحظنا من أن ننقل الكلام دون تحري أو تثبت فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالماء كذبا أن يحدس بكل ما سمع وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالماء إثما أن يحدس بكل ما سمع أي أن الإنسان الذي يكون بوخ كلام ينقل الكلام دون أن يتأمل ودون أن يتحرى ودون أن يتثبت فكما قال نبينا صلى الله وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا لا يفكر في عواقبها يهوي بها في النار بعد الصغية لأن الكلمة قد تؤدي إلى الفتنة وقد تؤدي إلى القد وقد تهدي إلى هلاك المجتمع وقد تؤدي إلى تمذيق دولة وعندما قال سيدنا معاز بن جبل لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أصول الله أو إن لم أخذون بما تقوله ألسنتنا فقال ويحك يا معاز وهل يكب الناس على أعناقهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ويقول الشاعر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغن كإنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان وللأسف الشديد وللأهل الباطلي لا يتركون أهل الحق والصراع بين أهل الحق وأهل الباطل وبين دعاة الإصلاح وبين دعاة الشر والإفساد والتخريب بين حماة الأوطان وبين دعاة الهد ليس وليد اليوم وعندما نتأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سنة التاريخ نجد لفطهاء لفطهاء بالباطل قد نال الكثيرين حتى أنهم والعياذ بالله تطاولوا على الزاة الإلهية ووصفوا الله عز وجل بما لا يليق أبدا بزاته المقدسة حيث يقص القرآن الكريم على يقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة انظر أي تطاول تطاول انظر أي تطاول تطاول به على رب العزة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وقالوا كما حكى علينا القرآن الكريم في صورة مريم يقول الحق سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى عظيما فضيعا ممكهم في حق الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فعد تطاولوا على الزات الإلهية وصفوا الله بما لا يليق بذاته المقدسة وهكذا أهل الافطراء وأهل الضلال في كل زمان ومكان يشيعون الافطراءات والأكاذيب وإذا كانوا قد تطاولوا على الزات العلية الإلهية المقدسة فما بالكم بتطاولهم على ما هو غير ذلك نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ومن الافطراءات ومن الأكاذيب ومن الشائعات وأن يرزقنا تدينا صادقا نخشى به وجه الله ونقدس الله حق تقديسه ونعظمه حق تعظيمه يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الحمد وأهل الثناء وأهل المجد أنت يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا